سلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله النهاردة اه نتكلم على سورة ان شاء الله من من تركيبها من الالف للياء بكل سهولة. طبعا الشرح ده للاخوة اللي لسه مشتريين اجهزة جديد. الناس اللي لسه تكون جايبها جهاز جديد ومش عارفة تعمل مع ايه. الموضوع سهل جدا جدا. هندخل على الموقع مسلا وليكن انا دلوقتي عايز اركب صورة هدخل على جوجل وهكتب كلمة مسلا. هي ما كاتبها. تمانية نقطة ثلاثة. هتلاقي الموقع جاء لك اول حاجة اللي هو ايه? هتقوم دايس عليها. بتلاقي فتح قدام حضرتك الحاجات دي. تنزل تحت شوية كده. هتلاقي جاب لك اسماء الاجهزة. وليكن مسلا انا جهازي اسمه اه 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 الاجهزة بتاعتي تبع هنزل تحت كده هلاقي اللي هو ده. هدوس عليه كده اوكي. حضرتك كل واحد يخش يشوف جهازه وما فيش اي مشكلة. هنا النسخ بتاعت الاجهزة. طبعا النسخ اللي فوق دي اللي هي مدعومة حاليا. والنسخ اللي وقف عنها الدعم موجودة تحت هي برضو. انا مسلا جهازي هختاره هنا. هدوس اوكي. بيفتح معي. بيجيب له حضرتك الحاجات اللي قدامك دي. دي عبارة عن ايه? بيقول لك تمانية نقطة ثلاثة يعني دي نسخة مستقرة ومعتمدة من قبل الفريق. اللي هي تمانية نقطة ثلاثة. وهتلاقي نسخة تمانية واتنين اللي قبلها. اخر تحديث ليها اربعة تسعة. يعني دي تقريبا واقفوا كده خلاص مش هيعملولها حاجة تاني. مدام قعدوا شهرة او اكتر وما عملوش تحديث يبقى الصورة دي كده دعمها انتهى او وقفت خلص. هتنزل تحت هتلاقي نسخة المطورين اللي هي اللي هي دلوقتي مسلا دي النسخ دي معمولة للبيسون سري. وهتلاقي شغالة اه بتاريخ اختصى عشرة برضو لها تحديثات بتنزل. يبقى احنا التحديثات عندنا الفوق ونسخة المطورين تحت هتلاقي ليها اه طبعا كل واحد بيشوف جهازه ايه? وبيدخل وبيحط الصورة بتاعته وبيبعتها للجهاز بالطريقة حسب كل جهاز ليه طريقة في الارسال بتاعها. انا دلوقتي بعت الصورة للجهاز وهنشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ مع بعض طبعا احنا على اليوتيوب بدأت تبقى السياسات صعبة جدا في حتة اه ان احنا عارف نتكلم على الاجهزة براحتنا يعني بقى عندهم سياسات صارمة شوية على موضوع والاجهزة والانجمة والكلام ده كل. فعليه احنا عملنا القناة على القناة هي موجودة هتخش هتلاقي اسم محمد الديب. وليكن محمد الديب اهو. هتدوس عليها وهسيب لك اللينك تحت الفيديو هتخش. هتلاقي بقى فيه فيديوهات كتير جدا جدا. حاجات طبعا مش هنقدر نتكلم عليها على اليوتيوب. او اليوتيوب حزبها فانا ببدأ انزلها على قناة التليجرام الناس كلها تدخل عليها هتلاقي حاجات جميلة جدا وتستفيد ان شاء الله ودعوة جميلة كده ايه لينا كده وربنا يرزقنا ويرزقكم الخير كله. نبدأ على بركة الله. اول ما نفتح الصورة طبعا اول ما بتنزلها على جهازك اي اي نوع جهاز طبعا زي ما انا ذكرت هتلاقي جايب لك اللغات هتشوف اللغة اللي حضرتك عاوزها ايه. وهو افترض بيكون جايب لك على لغة الانجليزية. فانا هدوس واقول له اوكي. بعد كده بيقول طبعا دلوقتي اللي هي الفتحة بتاعت اللي هي بتاعت التوصيل. هقول له اوكي. بتختار بقى حسب الشاشة اللي عندك شاشة كمبيوتر مسلا سبعمية وعشرين الف تمانين. الشاشة الفين مئة وستين. لكن على الاجست اللي نجم هتطلع لك الصورة على جنب فما حدش يختار الالفين مئة وستين بيكسل على تلاتين. فانا الجهاز. طيب هدوس هنا هلاقي طبعا فتح معايا الصورة دي مفيش قنوات الصورة لسه خام مفيش اي حاجة. هدخل اول حاجة على كلمة اعدادات بتاعت الصورة الاولية. ركز معايا فيها وبعد كده هقول لك اللي عايز يكمل معا الفيديو بقى الناس اللي هي لسه خام جايب الجهاز جديد. هقول لك تركب البلوجنات ازاي? فاول حاجة هنعمل الجزء بتاع الاعدادات. هخش على كلمة ونمسكهم واحدة واحدة. هاجة على وهنزل تحت هنا. هخليها ايه? دي كده. دي كده زيها. هتقول له بعد كده اخضر. كده خلص. هتنزل تحت على طبعا اللغة الاولانية بنختارها لغة انجليزية. طبعا اتكلمت في الموضوع ده حرقت وكلام. طبعا عشان القنوات اللي بنتفرج عليها على اعمار اجنبية تانية بتبقى لها لغات تانية. لما بتخليها انجليزي هو بيجيب لك اللغة الانجليزية فطراضيا. انت ما بتحتاجش ان انت هتدخل وتغير اللغة يدا وبايدك كل مرة. وبتختار اللغة التانية لو انت عاوز لغة. اللغة الترجمة طبعا لو انت عايز تختار لغة افتراضية اجنبية انجليزية براحتك خالص. بس خلاص هنا الخانة دي هتقول له بعد كده اخضر اوكي. هتنزل تحت ده الخيار ده. الخيار ده بقى مهم جدا جدا. ده ابعاد الشاشة. اه لما تيجي تتفرج على حاجة بتلاقي بعض الكلمات خارجة برا الشاشة بقى هنا 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 لا. هتيجي داخل على الخانة دي على طول اول حاجة. بيقول لك هل انت شايف الامور تمام? قل له نو. وقل له بعد كده اوكي. وبعد كده هجيب لك الرسالة دي قل له نو برضو. هتلاقي فيه تحت في القائمة دي تحت فيه سطر اهو. هتقول له اهي بيقول لك ديو سي هتقول له نو. بس بعد كده هتقول له اوكي. بيبدأ يفتح لك الخانة دي قدامك. هنا بيقول لك الليفت اللي هو الشمال بتاعك. ابدأ اشتغل بالسهم. باسحب السهم ناحية اليمين لغاية ما ما سن السهم يبقى على طرف الشاشة. يعني لازم سن السهم ده يكون على طرف الشاشة. وهاجي بقى عرايت نفس الحكاية. هاجيب السهم الشمال ادوس. اسحب لغاية ما يجي معايا على طرف الشاشة. بعد كده هاجي من فوق نفس الحكاية اسحب لغاية ما ينزل معايا على طرف الشاشة. وهكذا. طبعا انت عندك على الفيديو اللي انا بسجله. هتلاقي ممكن الشاشة عملت سنة. يعني نزلت زيادة لا. بس انا كده بزبط على الشاشة اللي انا بتفرج عليها. فانت تعمل الخطوة دي لغاية ما تلاقي الصورة مناسبة قدامك على الجهاز. او على الشاشة اللي عندك بتتفرج عليها. بس خلاص كده الامور تمام. كل ما اطلوب منك هتدوس اوكي. وهتقول له اوكي تاني. بس كده خلاص انا شاشتي كده تزبطت وابعادي بقيت. تمام التمام. هل رحل الخانة التانية دي. قبل ما اروح هنا هاجي بس الخيار ده. بتخلي كلمة دي اما حاجة عشان يظهر لك كل الاعدادات. خليها على الوضع ده. تمام? قد قل له اخضر. كده بيظهر لي اعدادات مخفية. هو ما كانش تظاهرها. ارجع تاني بقى للخيار ده. اقول له هنا. باجي هنا بشوف هل انا ليه حاجة هنا عايز اعملها? او لا. كل الحاجات دي يعني كمستخدم عادي وبسيط. ما ما تلعبش فيها. هي دي اعدادات افتراضية ما فيهاش اي حاجة خالص. بس. اقول له كده اوكي. بعد كده هنزل على الخيار ده. اقول له ايه. بيجيب لك اللغة طبعا من الاسم. بتختار اللغة بتاعتك اللي انت عاوزها عربي انجليزي. طبعا او الوقت. هنا انا بزبطه افريقيا والبلد بتاعتي. انت بس لان اسيا بدي تبضل تقلق فوق وتجيب ايه البلد بتاعتك بدون اي مشكلة. وبعد كده تقول له اوكي. انزل تحت. هنا فيه خيارات برضو مهمة جدا للعرض عندك. خلي الخيار ده ايه. انزل تحت. طبعا بتفعل الخيار ده عشان تظهر البيكونات على ملف القنوات من بره. وهنا لو انت عاوز تغير في الرموت بتخلي الصوت والقنوات بتخليها بتشغلها. يعني عندك بيقول لك عايز تشغل من خلال يعني تخلي الرموت عادي في التقليب بالنسبة للقنوات والصوت والحاجات دي شغل الخيار ده. هتلاقي الرموت بقى معاك بيقلب قنوات فوق وتحت كأنك مسك رموت عادي. ما سمعنا انا ما بفضلش حتة ده او الاختصار الازرار لان هي الانجمة ليها مزاق خاص. انا يعني انا رأي الشخص طبعا كل واحد براحت هو كده كده الخير عندك موجود. وفي عندك بلاجانات كتير جدا ان انت تغير شكل الرموتات. وفي بعض الصور بتدعم زي بتدعم لك اشكال كتيرة للرموت. ولكن هو رموت الانجمة هو ليه مميزات معينة. اه انت بتفقدها لما بتخليه رموت عادي زي رموت اي جهاز عادي. لا يعني يعني الموضوع يتعود على الرموت هتلاقيه جميل جدا معاك ورموت عشر على عشر. طبعا هنا بيقول لك انت عاوز تخلي الزر الاوكي لما تدوس عليه تجيب القنوات انا عندي طبعا لما بتدوس اوكي في العادي بجيب الانفو بار بيظهر لك الانفو بار بتاع القناة والمعلومات. لو انت عايز تخلي القناة اه تظهر معاك اه قائمة القنوات تخلي الخيار ده اوكي. بحيس لما تدوس في النص تجيلك قائمة القنوات. بس وهكذا ايه خيارات كتير جدا جرب الخيار واخرج احفظ واخرج. شوف هل مناسب ليك? لو مش مناسب ليك ارجع في له تاني. مفيش اي مشكلة خلص. ايه تاني معانا? هنا بيقول لك لما تيجي تغير القناة عايز تشوف الانفو بار طبعا هو متفاعل اوتوماتيك مفيش مشكلة فيه. بيقول لك هنا لو انت عايز تشاهد تفاعل الانفو بار اول ما الحدس يتغير يعني مثلا بتتفرج على فيلم. لما الفيلم يخرص ويبدأ فيلم تاني هتلاقي راح الانفو بار فتح قدامك الواحد ومش لازم تقلب قناة. بيقول لك طبعا ده لازم نخليه خمس ثواني. ليه? لما بتيجي تدوس مرتين على الاوكي بيظهر لك الانفو بار التاني. بس خلاص كده انا مش عايز اي حاجة مع القايمة دي هقول له اخدر واخرج. بعد كده طبعا قائمة الاسكنات بتشوف الاسكن اللي انت حضرتك عاوزه. لما بتنزل اسكنات بتنزل معك داخل القائمة دي. ده اللي هو الاسكن الافتراضي بتاع الجهاز طبعا الجهاز اللي عندي ليه شاشة امامية. اه فده اسكن افتراضي. طبعا الاسكن اه اه الاسكنات يعني ملهاش غير اسكن واحد. لو انت عجبك اسكنات تانية عايز تجيبها من صورة تانية ما فيش اي مشكلة. ادخل على صورة مسلا. ونزل من بتاعها اسكنات للشاشة. هتنا عندك حوالي بتاع اتناشر اسكن. نزل للشكل اللي يعجبك خالص وهتروح رايح على المسار اللي هو اه 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 هتلاقي كلمة اسمها هتخش هتاخد الشكل اللي انت عاوز وتنقوله هيزهر معك عادي بدون اي مشكلة. مع ده الشكل الافتراضي. لو نقلت شكل الافتراضي لازم بتغير اسمه وهيزهر معك بنفس الاسم. طبعا الجزء الاخير بتكلم فيه ده للناس اللي هي القديمة شوية في موضوع الانجمة. لسه جديد لأ انسى الكلام ده ما تتنفس منه حاجة عشان ما تبهدلش اداني. وان شاء الله هبقى موضوع الشاشة ده اتكلم عليه قريب لان في بعض الناس اخدت سكني وكتبت عليه اسمها وهو اصلا ده سكني يعني انت بتكتب عليه اسمك ليه فهبقى اتكلم عن موضوع ده في فيديو تاني ونوضحها بالتفصيل للناس. هخرج وهاجي بعد كده على الدليل الالكتروني. ده مسؤول عن الدليل الالكتروني داخل القناة داخل الجهاز بتاعك هتدوس اوكي هو عم يفعل لك حاجات افتراضي خليها زي ما هي وما تفعل وما ظاهر لك بتاعك اللي هو مطرح ملف الكاش اللي بتخزن عشان لو فيه قنوات شغالة هيبدأ يستدعي منها بدون ما تروح تنزل اي اضافات تانية. هخرج. اه هشوف دوس الخيار ده. هنا اجايب لك الخيار طبعا اتكلمت عليه. ان انت بتختار الوضع الجهاز عايز تشغاله يعني متقدم بسيط الحاجات ده كلها. فاحنا اخترنا وطبعا ده مسارة مسارة تسجيل. هو الهارد ديسك. لما بتكون عايز تعمل اه بتعرف الهارد ديسك اه او بتخليها صورة اساسية للجهاز بتاعك. لازم تدخل تعمل اه تعمل له تحميل من هنا. وبتختار الهارد بتاعك او الفلاشة. وبتدوس سليكت بالاخضر وتبدأ تعمل اه فورمات للهارد بتاعك. طبعا دي لها فيديو لوحده في الاوبن مال تبوت الناس يتفرج عليه. بعد كده طبعا وبتختار الخيار ده بعد ما بتخرج وبتعمل بتعمل بتعرف الهارد. بتنزل تعمل له فحص برضو نفس الحكاية بتدوس على الهارد او الفلاشة بتدوس له اخضر هو اوكي ويعمل هو لوحده. بعد كده خيارات الشبكة طبعا بتختار عندك او او كابل حسب حسب اللي عند حضرتك الموضوع سهل جدا بتختار اللام بتاعك وزي ما انت شايف الامور سهلة جدا جدا ما فاش اي مشكلة. طيب ايه تاني ده سيبك منه ده برضو للناس اللي هي المتقدمة شوية. بس خلاص طبعا لنا اتكلمت عليه من شوية الناس اللي عايزة تغير الضرار الرموت عندك خيارات كتير جدا ما فاش اي مشكلة ده يقوز هيحتاج فيديو الواحده عشان راح يتكلم عليه. هخرج. بعد كده البلوتوس طبعا اه لو الجهاز بتاعك بيدي عن بلوتوس او رموت بلوتوس هتلاقي الخيار ده عندك. هخرج. بعد كده طبعا دي خيارات البحث مهمة جدا. هتيجي اوكي. طبعا انا متكلم وعمل له فيديو الواحده لاعدادات التمانية مخرج واعدادات الاربعة مخرج واعدادات المتحرك. هتلاقي فيديوهات موجودة في القناة على اليوتيوب. بعد كده ده لو انت عايز تبحث مثلا انا عندي امار على ايه فبفعل ايه او وهو بقى يبدأ يبحث للامار اللي موجودة كلها بس بياخد شوية وقت يعني انت مسلا عندك خمس امار عندك اربع امار تلات امار فانت مش عايز بقى اتعلم عليهم في خيار من هنا ان انت تبحثهم هو هيمسك ايه وهيبحثوا كله. وبتفعل دايما ان الخيار اللي هو ده الخيار ده مهم جدا الناس كتير ما ما تعرفش وظيفته ايه. الخيار ده وظيفته بيمسح القنوات المكررة يعني اي قنوات مكررة عندك او قنوات اه قديمة اي حاجة هتلي امسح حالك. وتظهر قدامك كده اسمها فواضي بعد كده. بس بس اما حاجة تكون محمل اه ملفة ردودات جديد عشان ما يمسحش قنوات تكون شغالة. بس يعني تاخد بالك من الحتة دي بس كده. وبتفعل انا مسلا عندي اتنين تيونر وكل تيونر عليه قنوات بفعل الخيارات وبالوس اخدر وبسيبه بقى ايه لوحده كده ربع الساعة ولا حاجة يبحصل على الامار كلها اللي عندي. ده بالنسبة للخيار اللي هو اوتوماتيك اسكان. ده خيار مهم جدا وهو ده اللي الناس كلها بتشتغل عليه تقريبا. دوس اوكي. بتلاقي مسلا انا دلوقتي التيونر فوق هتلاقي تيونر ايه? وجايب لك النوع بتاعه. وهتنزل تحت اللي هو نوع البحث بقى. ده بتبدأ تقلب. لو انت عندك تردد تبدأ تكتب التردد بتاعك ما فيش اي مشكلة. بس تاخد بالك من النقطة دي ان هو دي كده مسلا على وضع القنوات العادية. لو جبت كده دي القنوات الاتش دي. وتبدأ تاخد بالك من الحاجات دي. ليه? لان لو الحاجات دي مش مزبوطة التردد مش هينزل معك. بالنسبة للناس اللي بتبحث تردد يدوي تاخد بالك ان التردد اتش دي ولا اس دي. وتلاقي كل المعطيات تكتبها صح. عشان التردد يبدأ انزل مع حضرتك. وطبعا انا اتكلمت وقلت من شوية. ده طبعا لو انت عايز تبحث بحس الشبكة كامل. وده لو انت عندك يعني فيه تردد شبكي وبينزل هو هيلقطه وهينزل منه القنوات. وده طبعا اتكلمت عليه. وده لو انت عاوز تنزل اه حاجات يعني القنوات المجنية بس. طيب ايه تاني? هنا هقلب الخيار ده كده. لو انت عايز تختار امار. انا مسلا عندي امار عدايزك ايه? اللي هو ايه? فعندي الامار دي. ببدأ اشوف الامر اللي انا عاوز ابحسه واخليه بالاخدر. وفعل الخيارات. هيبدأ ينزل معي ويبحس. هدوس سكان هيبحس معي. طيب ايه تاني? لو جبت كده بتبحس عدة امار مع بعض. لو عايز تبحس امر واحد. وهكزا. وطبعا ده بتجيب الامر والترددات بتبدأ تقلب واحد اتنين تلاتة ايه تردد حضرتك حافظه. تبدأ تدوس عليه اوكيه ينزل معك بدون اي مشكلة. بس زي ما احنا عملنا كده. هو ده اه المانوال سكان. هاجب بعد كده على الخاصية دي. الخاصية دي طبعا انا ما استخدمتها بصراحة قبل كده. خاصية اللي هي دي. دي خاصية اللي بعض اجهزة والاجهزة اللي بتحتوي على بتخلي القناة تقلب بسرعة جدا. انا اتكلمت عليها قبل كده. هتدوس عليها اوكيه وفاعلها. لو بتاعك مش الخاصية دي ملهاش لازمة يعني. هتبقى ملهاش اي لازمة عندك. وبتختار عدد القنوات زي ما حضرتك عاوز. وهتقول له سيف. طبعا ده لو انت بتبحس على اه باقة معينة. طبعا في باقات افتراضية هي متعرفة على الجهاز. اللي هي ايه باقات عالمية يعني. بتختارها وبتقول له بحس هو بيبحس لوحده ما فيش اي مشكلة. ده بالنسبة للناس اللي هي عنديها اللي هو المطور اللي بتوقف على قناة بتروح محاولة على الامر وتكون مزبط له اعدادات والكلام ده يكون. ده طبعا مستكشف الاشارة. مستكشف اشارة من احسن ما يكون. شغال بنظام اللي هو احداشر وواحد بص. كل محرك سنة حداشر واتنين. حداشر بالملة. بغاية ما يجيب لك اعلى اشارة للامر. تروح واقف عليه وعمل عليه بحس. ممكن تبحس من هنا كمان بالمناسبة لو عايز تبحس. اخرج. يبقى انا كده دي اه الخانة بتاعة. ان انت بتخلي كل يوم اه ياخد منك اه اعدادات. عشان لو حصل اي مشكلة تسترجعه في اي وقت. طبعا في عندك منول بالزر الاصفر تحت يفضل ان انت تاخده منول بحيس الصورة تكون في افضل حالتها. يعني انت عملت الصورة ونزلت كل حاجة كل حاجتك تمام تروح دايس على الزر الاصفر هياخد منك باكب. بس الاول بتختار المصار بتاع الباكب فوق. بتشوف له انت هو الاول بيكون عندك على هارد ديسك. طبعا انا مش عايزه على هارد ديسك. بخليه على الميديا. او على ميديا هو بينشئ لي فولدر اسمه ويحطي لي جواه الباكبات. طبعا لو انت عايزه يومي هتفعل الخيار ده وبتفعله الوقت بتاعه وهكزا. وطبعا لو انت عايز تاخد نسخة من الدليل الاكتروني اللي شغال. يعني انت يعني مثلا في دليل الاكتروني عندك. اه انت واقف على قنوات وظهرت الدليل زي زي روتانا. فانت بتفعل الخيار ده. بحيس بعد كده الدليل الاكتروني يظهر على طول ما تستناش ان انت توقف على القناة عشان يظهر. بقول له خلاص كده اوكي. وعندك المانوال تحت بالاصفر ان ان انت تاخد لو دست كده هو كده اخد باكب دلوقتي وداني التاريخ. لو عايز اعمل له هنروح دايس على الازرق. هيقول لك هو انشأ دلوقتي داخل الباكب لان لسه اخده حالا دلوقتي. هدوس له اوكي كده بص نزل الباكب. والجهاز هيراستر ورجع يشتغل تاني. هنروح تاني وهاجه على على كده موضوع ده احنا فهمناه ماشي ازاي. اجي بقى عالسوفت كام لما بتنزل حضرتك الا اول سكان بقى ان كام بتخش على الخانة دي وبتدوس اوكي وتبدأ تختاري هنتكلم عليها دلوقتي يعني باستفادة اكتر من كده. ده طبعا من الاسم دي اللي هي كل كلمة لو انت عايز تقفل كلمة طبعا ده من اسم وضبط مصنع بيدوس بتنتظر لحظات كده بيجيب لك الصور اللي موجودة لو انت عاوز تعمل صورة للجهاز ما فيهش اي مشكلة من هنا تعمل الصورة اللي حضرتك عاوزها هتمسح الصورة اللي شغالة وتاخدها عادي بدون اي مشكلة ولكن انا لو دست عالصورة دي هو بيجيب لك عايزها باقب ولا عايزه اوز قاوت باقب يعني عايزة من غير باقب او لأ فطبعا دايما يعني الاحسن ان انت اختار الخير التاني ده عشان لو انا فيه عندي حاجات عاملة مشكلة ما اتنقلش معي للصورة الجديدة يعني انا بغير الصورة عشان فيه مشكلة عندي فيبقى اخدها من غير باقب يعني انزل الصورة خام وابدأ اعمل اعدادات من اوله جديد. طب انا عايز اراقي الصورة بس والحاجات اللي عندي شغالة تمام يبقى اشتغل الخير الاولان ده. بس لاحز معي حاجة ان انت دي صورة بايسون تو. وهتنزل صورة بايسون تو. لكن لو مسلا في المستقبل اللي اوبن بيلي بقيت بايسون سري لا. يبقى لازم تنزل بالخيار ده. لان الحاجات اللي شغالة على بايسون تو مش هتشتغل على بايسون سري. اتمنى تكون النقطة دي واضحت معك. ودي الصور اللي انا بنزلها عندي في الجهاز. يعني انا بنزل بعض الصور من اه اه من من صورة مسلا اوبن بلاك هو اللي عامل لها فيديو بالكامل على موضوع ازاي تنزل منها الصور. فهو عامل لي فولدر والاوبن بيلي هنا متعرف عليه. لو انا عايز نزل صورة اللي انا بنزلها عندي مسلا اي حاجة بنزل من هنا ما فيش اي مشكلة ادوس عليها اوكي ونزلها عادي. خلاص اخرج. الصورة طبعا ده ان انت بتقول اول ما تدخل على على الصورة لو الصورة مش لسه جديدة او حاجة بتحدسها من الخيار ده. يبقى كده احنا اتكلمنا بكل بساطة وحاجة سريعة جدا على كل الاضافات اللي موجودة داخل الجهاز. طبعا ده لو انت عايز تعمل له وقت عشان الجهاز يقفل فيه سريع وفول رستارت الكلمة دي فول رستارت وهكذا. طيب هنروح بعد كده وهنزل على كلمة في بعض الاضافات لازم ننزلها الاول هدوس على دول ركز معايا في الحاجات اللي هنزلها دي وهاجي على كلمة وهنزل ادور هنا اشوف انا ايه اللي انا محتاجه. هنزل المونت مانجر ده مهم جدا ده اللي بتعمل من خلاله تعريف للهارد للهارد والفلاشة بتاعتك اللي هي اه يعني مسلا انا عايز اسميها الحاجات ده كلها. لو انت عامل الصورة على الداخلي لازم تنزل الخيار ده. الناس اللي بتستخدم لازم تنزل على الداخلي نزل نزل ده. هنزل تاني على وهاجي على هنزل بقى اجيب القوات ده 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 بنزل في بعض الاجهزة زي اللي معايا بيدعم تأسيم لاربع قنوات يعني تتفرج على اربع قنوات في نفس الوقت وتبدل منهم وانت بتتفرج عليهم. يعني منزل اربع قنوات قنوة واحد اتنين تلاتة اربعة ممكن اجيب الصوب بتاع الاولى الصوب بتاع التانية من خلال الخاصية دي والاربع قدامي. طبعا لازم يكونوا على تردد واحد او على اتنين تيونر يعني بكون انا عندي تيونرين في الجهاز فبشغل اتنين هنا واتنين هنا يظهروا معايا بدون اي مشكلة. انزل تاني عالسيستم بلاجنز. في عندك الست باسورد ده نزله برضو مهم جدا عشان لو انت عايز تغير الباسورد اه لو لو الصورة ما ربطتش معاك على على التليفون او على الكمبيوتر لازم تنزل البلاجن ده. اجيب حرف الاس. طبعا الاداة الجميلة جدا لازم تنزلها على اي صورة. بتسهل لك تشغيل بتحدث لك المشغلات. الامور تبقى معاك تمام جدا ومزبوطة. هتقول له اوكي. اجي تاني هنا اشوف ايه اللي انا محتاجه وهنزله. بس خلاص كده انا مش محتاج اي حاجة. طبعا اسكنات بتنزل بتشوف الاسكنات اللي حضرتك عاوزها. وهنزل مع بعض دلوقتي ونشوف ايه اللي احنا عاوزين منه. هنزل بقى المرة دي على كلمة الاضافات. الكلمة دي هدوس عليها اوكي. وابدأ اشوف انا ايه اللي محتاجه من هنا. وببدأ انزله. اول حاجة طبعا الباكب سويت ده. ده بتنزله بتاخد منه فول باكب للصورة. ومن الادوات المهمة جدا جدا. وبكل السورة من صورة تقدر تسحب منه باكب كامل وباكب اعدادات. كان بينزل مع الصورة افتراض الاول بس هم شلوه وحطوه في الفيل. كده نزل معاه الفايل كوماندر. كاشف فيلاش طبعا لو انت عاوز تنزله ده بيناتضاف لك الزاكرة وبيمسحها. الاضافة طبعا لازم تنزل ده عشان الدليل الالكتروني. ده تغيير خطوط الجهاز بس طبعا دلوقتي الاجبانل بقى فيه الخاصية الجميلة دي واحسن واسرع وافضل واسهل. فاحنا مش هنستخدمه. الاضافة بتاعت المشغل العملاق. اضافة طبعا مهمة جدا هندوس هننزلها ويس. نزل اضافة الطاكس. بعد كده طبعا بتنزل سي سي كام بتنزل ام جي كام او ولكن انا هنزلهم كده انا خلصت تقريبا الاضافات المهمة جدا يعني اللي هي الجهاز هيحتاج اخرج برة. هلاقي نزل عندي زي ما حضرتك شايف. قد الكروميوم نزل والباقب سويت اللي بتاخد منه باقب. كل الحاجات اللي انا محتاجها تقريبا نزلتها. دلوقتي انا ركبت كل اضافات اللي انا محتاجها من داخل الجهاز والاضافات الاساسية. حضرتك لو عاوز تضيف اشتراكك هتضيفه هنا مفيش اي مشكلة. من خلال ده بتصفح ملفات الجهاز وبتفرج على انا عاوزه وبنزل اي حاجة انا عاوز. انا هسيب لك ملف تحت الفيديو. في فولدرين. هخش هنا. هجيب مثلا الفلاشة بتاعتي. هلاقي جواه باسم. هنفتحه. هلاقي ده. بتاع اضافة دي. وبعد كده. هسيبهم لك تحت الفيديو. دول هنزلهم يدوي. وبعد كده هننزل من جواهم كل حاجة. هدوس بس كل اللي اللي انا هعمله. هدوس اوكي. وهقول له. الفلاشة بتاعتي. وهنزل على اوبن بيلي. هنزل بقى. وهقول له. هدوس هنا. هلاقي وهلاقي وهلاقي. هحركه نقوله فوق. طبعا التحريك بيتم عندك في في الزر رقم صفر. هتلاقي جنبيه سهم يمين وسهم شمال. بالسهم اليمين تنزل بيه تحت. بالسهم الشمال تطلع فوق. يعني لو عايز تنقول اي حاجة زي كده. هقف هنا. والسهم اللي جنب الرقم صفر هروح دايس. كده انا نقلت بكل سهولة. و ايه? وزبطت القائمة بتاعتي على الشكل اللي انا بحبه او اللي انا عاوزه. واخرج هنا وهكذا. هروح طالع فوق على دريم سات بانا ودوس اوكي. وافتح ودوس كلمة هلاقي فتح لي الشكل اللي قدامي ده. بتبدأ بقى حضرتك تختار من هنا ملف القنوات اللي يأجيبك. ولكن في عندنا مسلا ملف الاستاذ خالد متحرك. وفي ملف اللي هو وفي ملفات كتير جدا جدا. في ملف هنا الاستاذ فؤاد. ملفين. طبعا بتلاقي كل الملفات اللي قدام حضرتك دي. بتلاقي جواها بقاط كل واحد عملها على زوقه. وبالتالي وفيها اضافات مجانية والحاجات دي كلها. وهكذا. هتنزل هتلاقي بص عندك ملفات يعني بتاع حوالي تلاتين ملف ولا عشرين ملف. بتنزل تدوس على ملف الحضرتك عاوزه وتنزله اوكي وخلاص على كده. تيجي بعد كده للاضافة المهمة اللي هي اللي بنزل منها الاوس كام والان كام اللي من خلاله بندخل اشتراكنا ونفتح القنوات. هدوس هنا. بنزل السيس كام والامج وبنزل الان كام اخر اصدار. الميزة هنا في البنل ان الليموهات والملفات احدث من اللي موجودة على الصورة نفسها. عشان كده انا ما نزلتش الاوس كام والان كام من داخل الصورة. وبنزل الاوس كام. عندك بقى ريف كام عندك جوساط بلس كل حاجة موجودة. عندك اللي هو الباور كام بتنزل كل حاجة. دوت بس اوكي كده هتعلم عليها وخلاص على كده. وبتعمله اخضر يبدأ ينزل معاك الاضافات. هروح رايح تاني. اضافة الناس اللي مهتمة بالفدات. طبعا احنا السورة اللي شغالين عليها دي بايسون تو. فهنزل مسلا الفيت فايندر اللي هو ده. وهنزل الكي ادر. بس كده خلاص هم دول المهمين ارجع. رايح للدليل الكتروني. اشوف ايه اللي انا محتاجه. انا منزل الترجمة. لو انت عايز تنزل اللي هو بترجم مسلا عندك معلومات على القناة باسم اه بفرنساوي بانجليزي بتنزل بتاع الترجمة ده. طبعا موجود هنا. بروح للميديا. بنزل طبعا. الحاجات دي اللي هي طبعا في حاجات كتير جدا هنا انت بتنزل اللي انت عاوزه. بنزل طبعا لو انت عاوزه بتدوس عليه اوكي. لي شرح بالمناسبة داخل القناة لو انت تحب تتفرج عليه وتفهم عنه. بلاج ممتاز جدا. اليوتيوب وهكذا. روح للايبت فيه. نزل الاكستريم تأخر اصدار. بنزله. اي بلاج من هنا حضرتك تحبه ونزله ما فيش اي مشكلة. نزل الاضافة دي دي. الناس اللي بيحصل عندها بعض التجمد في اثناء المشاهدة. اه اه يعني بيحصل في الصورة كده. بتطلع قناة قدام وترجع قناة ورا. نزل الاضافة دي. مش هتعمل معك مشكلة. لو اتفرجت من خلال مش هتحتاج الاضافة دي اصلا. اخرج. اروح راح للقرآن الكريم. بنزل مسلا القرآن الكريم ده. وبتنزل الاسكار. لو بايسون سري طبعا هتلاقى مكتوب قدامها بايسون سري. اخرج. اروح رايح لو انت عايز حاجات مجانية سيرفرات مجانية نزل الفري سيرفر او الزوم. في عندك حاجات كتير جدا. وفي عندك بايسون سري اهو لو انت عاوزه. طبعا بلاجنات الموسيقى بتخش بتحمل اللي حضرتك عاوزه. مهم جدا بقى هنزل الاضافات اللي انا اخترتها هدوس اخضر وهارجع تاني لخاصية دي هنزلها مع بعض. هدوس اخضر وهقول له يس يبدأ ينزل معايا وبعد ما يخلص هنرجع مع بعض. كده خلص معايا راح ادخل على كلمة هلاقي نزل لي الاضافات اللي انا اخترتها. راح ادخل عدريم ساد بانا. الاهم حاجة اللي اضافتين اللي انا هعملهم دولة الناس هركز مقافيهم بالنسبة لصورة بس. هتنزل كلمة دي. اوكي? وهتيجي على الاتنين دول. لازم اول حاجة يعني قبل ما تنزل الاضافات اللي انا نزلتها من شوية تنزل الاضافتين دول. دول هيزبطو لك اعدات الاوبن بيلي. ليه? الاوبن بيلي بتيجي صورة صغيرة جدا. حجمها تمانين ميجا خمسة وسبعين ميجا. ليه? بيكون متشالم انها كل الاضافات. صورة خامة. انت بتنزل الاضافات اللي تلزمك. بعكس صور مسلا بتجي لك الصور معدية الميتين اه ميجا بايد مسلا. هو تقول له اقدر وتنزل الاضافتين دولة اي او اي حاجة نقصة في الصورة هينزلها لك. يخلص ونرجع مع بعض تاني. كده انا خلاص خلصت ونزلت كل حاجة ونزلت ملف في قنواتي. اه فاضل خطو اخيرة بس. هاجي على كلمة اه كاش فلاش دي. ده بينظف اي ملفات في الجهاز. بس كل ما تيجي تدخل هتطلع لك رسالة. فده اعداداته سهلة جدا. هفعل الخيار ده. وهو هنا اه هيشتغل كل تلاتين دقيقة. ولكن خلي الوقت وقت ظهور الرسالة ثانية واحدة بس. او لو انت مش عايز تظهرها. ممكن تقفل الخيار ده. بس. بعد كده انت دلوقتي عايز تنظف الجهاز بتاعك. هتدوس على الزر الازرق. هيعمل زي للجهاز. وتدوس له بس خلاص كده. ده بينظف الملفات المؤقتة اللي بتتخزن. كل ما حالك بتخش على حاجة عن نت. بتخش تعمل حاجة. الجهاز ده بيخزن منك ملفات كاش زي وزي الكمبيوتر بالزبط. ده بينظف لك الفلاش او الهرد بتاعك اول بقى. ساعات بيحصل ان لما تيجي تكون على كناة مشفارة وتيجي ترجع تعمل القناة ما تشتغلش. اه فلازم تعمل للاوس كام او الان كام. الموضوع سهل من هنا. هروح رايح لكلمة وارحل واجه على كلمة وانزل على كلمة كام. الكلمة دي. وهاجي هنا هلاقي كلمة اسمها سوفت كام صبورت اوبن بيلي. اللي اضافة دي مهمة جدا دوس عليها اوكي. دي مش هتخليك تحتاج ان انت تعمل ريستارت للاوس كام. يعني لو نقف على قناة مشفارة. وطفيت الجهاز ورجعت هتشتغل تاني على طول. وتعمل لها اخضر وتنزلها. وتراستر الجهاز تعمل له ريستارت هتلاقي الامور طبعا نزلت معك تاني واشتغلت بدون اي مشكلة. طيب احنا خلصنا الاعدات بتاعتنا عملنا كل حاجة تمام. كل المطلوب منك ان انت هتروح رايح للباكب سويد ده. وهتقول له اوكي. في عندك زي ما انت شايف من تحت اهو لو انا عايز اخد باكب من الصورة دي هدوس اخضر طبعا للاتش دي دي انا عامل مونت ومتسمي الهارد عندي او عاوز تاخده في يبقى عندك اخضر وعندك لو دوسته اخضر كده اهو بيقول لحضرتك هتقول له يس يبدأ ياخد ويعيش حياته. طيب انا دلوقتي عاوز في عندي برضو اضافة نسيتها انزلها معلش معكم هننزلها مع بعض هدوس ده وهاجي على كلمة هنزل الخيار ده اوكي بس كده خلاص لما اخرج هلاقي نزل معايا تحت اهو اسمه هدوس عليه اوكي هلاقي زهرتلي الاضافات دي من خلالها بقدر اشوف الاضافات اللي انا عاوز اضيفها او اتحكم فيها زي ما انت شايف من هنا يعني ندوس على مالتي ميديا دي واشوف اي لو انت يعني مستخدم متطور شوية ممكن من هنا تبدأ تنزل الاضافات من خلال ايه ان انا بدوس عليها كده اخضر وعمل لها بس بعد كده ايه بالله اخضر اخرج هتنزل معايا بدون اي مشكلة يبقى دي اول حاجة طيب تاني حاجة بعد كده لو انا عايز اخد من الصورة دي هروح دايس هنا بص كده سحب لي من الاعدادات اللي انا عملتها دي في اي وقت حصل اي مشكلة في الصورة كل المطلوب منك ان انت كده بقى تمام ان انت هتخش على نفس الاضافة دي وهتنزل على كده هو بيقول لك عاوز تسترجع هتقول له بص كده هو استرجع لي اللي انا لسا ساحبه دلوقتي بس الكلام ده لو حصل معاك مشكلة مسترجعه وترجع هتلاقي الصورة بتاعتك رجعت مسلا بتاريخ الشهر اللي فات بتاريخ اسبوعين فاته هتمنى تكون الامور دي واضحة هاخش تاني على كلمة وهيجي على لو انا عندي اضافات داخل الفلاشة يعني عندي فلاشة محمل عليها مسلا محمل عليها اي حاجة بخش من خلال الاضافة دي المدمجة في الصورة وهدوس كده وبختار مسلا ما فيش عليها حاجة هدوس تاني هروح دايس على السامسونج وهقول له اضافات بلاقي الاضافات ظهرت قدامي بشوف الاضافة اللي انا عاوزها طبعا الفيد بتاع الاستاذ ايميل ده ان شاء الله هتكلم عليه الفيديو اللي جاي من الحاجات الجميلة جدا اللي وفرت علينا كتير جدا في موضوع ان احنا ننزل اضافات والحاجات دي اي حاجة حضرتك عاوز تنزلها من هنا ولكن عايز ننزل ده هروح دايس عليه وادسته الاخضر وانتظر بعض اللحظات نزل معايا كل مطلوب من انه هخرج برة وهتعمل هتلاقيه ظهر معك بدون اي مشكلة هو ده كان صورة بكل بساطة لاي حد مشتري الجهاز جديد معلش انا في حاجات كتير تغاضيت عنها لان طبعا عشان الوقت لان طبعا انت بتعمل مع مع جهاز كمبيوتر مش بتتعمل مع جهاز عادي ففيه فيه اضافات كتير جدا وكل اضافة بتناسب مستخدم معين يعني فيه واحد بيحب حاجاته كورة واحد تاني ما بيحبهاش واحد بيتفرغ على واحد ما بيحبوش وهكذا يبقى كده احنا ان شاء الله اخدنا كل الاضافات اه بتزبط طبعا بلجنة بتاعك بتزبط الاعدات بتاعتك اصحابه تحت كده بالسهم زي ما قلت في اول الفيديو واحطه هنا قلت بالشكل الجهاز بتاعي اصحاب الحاجات دي من الاضافات المهمة جدا في الجهاز مشغل الاملاق وهكذا تبدأ تزبط جهازك براحتك خالص اتمنى يكون الفيديو مفيد وسمحونا على الاطالة بس بحاول ان انا الشرح كله في فيديو واحد وان شاء الله اي حد لسه مشتري الجهاز من ساعة يشوف الفيديو ده الامور تبقى سهل جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته